هم حراسوا الانترنت نوع من الشرطة لضمان حسن السير والسلوك الجيد على الشبكة العنكبوتية انطلقت المغامرة عام 2002 عندما قررت مجموعة مراكبون نتينو أن تلاحق رسائل مستخدمي الانترنت على منتديات نحو 50 عميلا يتضمن بعضها مئات الالاف من التعليقات الجديدة شهريا صعوبة الرصد تكمن في ضرورة المراكبة طوال 24 ساعة يوميا وحتى في نهاية الأسبوع المحررون ليسوا منظمين ويجب التدخل سريعا في مهلالة تتخطى 15 دقيقة لتفاعل أكبر ينتشر 140 مراكبا يعملون في نتينو في بلاد مختلفة فقط 20% يعملون في فرنسا هم يراكبون نحو 80 تعليقا في الساعة ويشرف عليهم مراكبون من باريس أما البعض فيتهمهم باتخاذ قرارات اعتباطية ولكنهم فعليا يطبكون المواثيق التي يضعها نشر المواقع الإلكترونية اعتدال غالبا ما يكون ضروريا عندما تصبح الأخبار ساخنة وعندما يعلق الجميع على مواضيع مثيرة للجدل كل ما هو تبشري سواء كان دينيا أو نقبيا نسعى إلى تجنبه نحن في إطار تبادل الأفكار كي يعبر كل شخص عن رأيه أو ليطويره لماذا لا؟ الصراع العربي الإسرائيلي أو زواج المثليين أو حتى وضع المهاجرين في المجتمع تشكل المواضيع التي تعرضت أكثر للرقابة في الآوينة الأخيرة ويتم إلغاء من 20 إلى 30% من التعليقات المنشورة